موسيقى نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التليفزيون المصري أهلا بكم القاهرة وانيو ديل هي عاصمتان لإحدى أعرق الأمم تاريخيا أما جغرافيا فمصر هي صاحبة الموقع الفريد والمكان البارز عربيا وأفريقيا بينما الهند تعد أحد أقطاب القارة الأسيوية والعالم قواسم مشتركة كبيرة تجمع مصر والهند على الأصعدة كافة سياسيا واقتصاديا وثقافيا تعود لعقود المضط وسط رغبة متزايدة من قيادتي البلداتين البلدين لدفع وتعزيز هذه العلاقات وصولا إلى شركة الاستراتيجية وصل الرئيس عبدالفتاح سيسي إلى نيو ديله تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندية نارين درامودي للمشاركة كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن دعوة رئيس السيسي كضيف شرف رئيسي لهذا الحدث تعكس التقارب الكبير بين الدولتين والتقدير الشديد الذي تكنه الهند لمصر قيادة وحكومة وشعبا وكذلك الاهتمام العميق من الجانب الهندي بتعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين بصفتهما من أهم الدول الصاعدة ولدورهما الحيوية في مختلف القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن زيارة الرئيس السيسي للهند تتزامن مع مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الهند ومصر حيث من المقرر أن يلتقي رئيس السيسي مع عدد من المسؤولين في الهند وعلى رأسهم رئيس الوزراء ورئيسة الجمهورية إلى جانب عدد آخر من المسؤولين وذلك لبحث سبولي تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعضة كما سيتخلل الزيارة أيضا لقاء رئيس السيسي مع رؤساء وممثلي عدد من الشركات الهندية الرائدة في مختلف المجالات لمناقشة آليات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والاستعراض الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر موسيقى 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 اشتركوا في القناة ولمزيد ينضم ولينا من نيو دلهي الزميل محمد عبدالله منفد التلفزيون المصري محمد بعد التحية منذ قليل وصل سيادة الرئيس عبدالفتح السيسي إلى العاصمة الهندية نيو دلهي بعد احتفاء كبير من الشعب الهندي والقيادة الهندية كيف تقرأ هذا الاحتفاء وأيضا تلبية دعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بوجود الرئيس كضيف شرف يوم الجمهورية نعم دينا نحن الآن في مقر قامة السيد الرئيس هنا في وسط نيو دلهي وإذا أردنا أن نعرف أهمية هذه الزيارة والزخم الكبير الذي تكتسبه هذه الزيارة على المستوى السياسي وأيضا على كافة المستويات الأخرى فنشير إلى أن الاحتفاء بيوم الجمهورية في الهند هو احتفاء هام للغاية لأنه يرمز إلى الوحدة والتأخي ما بين جموع وثقفات وأعراق وديانات الشعب الهندي الذي توحده واستطاع التخلص من الاستمار في عام 1950 واستطاع أن يدشن دستوره الجديد الذي وحد ما بين كافة الأعراق الهندية والديانات الهندية المختلفة في 1950 ومن ثم هذا اليوم يكتسب أهمية خاصة في ذاقرة الشعب الهندي نظرا لتشين الدستور الهندي وأيضا نظرا لأن هذا اليوم يتم الاحتفاء في كافة ربوع الهند 27 ولاية هندية وأن هذا اليوم نظر الهيميات هي لدى الجانب الهندي على مستوى الرسمي يتم فيه دعوة زعماء ورأساء على مستوى دول العالم دول لها تأثير كبير على الساحة الإقلمية والدولية يعني نذكر أنه كان قد تم دعوة الرئيس الروسي قبل ذاك إلى المشاركة في الاحتفاء بيوم الجمهورية وكذلك الرئيس الفرنسي ومن ثم الجانب الهندي حينما يوجه دعوة إلى رئيس دولة للحضور في هذا الاحتفاء هو إشارة إلى أهمية هذه الدولة وأيضا أهمية شخصية رئيس هذه الدولة والذي يحظى بثقة كبيرة وترحيب كبير من الجانب الهندي على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي هذا الأمر لمسناه في شوارع الهند حينما كنا نتجول في شوارع نيوديله عذرا حينما كنا نتجول في شوارع نيوديله وجدنا الأعلام المصرية بجوار علم المصر بجوار علم الهند وأيضا وجدنا العديد من صور سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شوارع نيوديله وصور تجمع سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الهندي إذن هناك استقبال وتركيز كبير من الجانب الهندي فيما يتعلق بدفع العلاقات الثنونية المصرية إلى مستويات لم تصل إليها من قبر إلى المستوى الاستراتيجي هذا فيما يتعلق على الجانب السياسي هناك مثلما كنا نتابع الوفد المصاحب لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته للهند وجدنا عدد من الوزراء القهرباء والاتصالات ووزارة الإسكان ومن ثم هي دلالات وإشارات بالإضافة طعم بتأكيد إلى معالي وزير الخارجية هي دلالات وإشارات أن هناك خطوات فيما يتعلق بالجانب المصري والجانب الهندي سوف يتم اتخاذ خطوات خلال هذه الزيارة في مجالات مختلفة واستثمارات مختلفة الجانب الهندي هناك ترقب كبير ورغبة كبيرة من الجانب الهندي في مضاعفة الاستثمارات الحاصلة في مصر هناك ما يقرب من 350 مليون دولار يتم استثمارها من جانب عدد من الشركات الهندية في الاقتصاد المصري تقوم بتشغيل 38 ألف عامل مصري وما يزيد وهناك رغبة في زيادة هذه الاستثمارات من الجانب الهندي هناك أيضا رغبة هامة جدا وقوية جدا من الجانب الهندي وهو الاستثمار في مجال الهيدولوجين الأخضر وبالفعل كان كنت تم توقيع التفاقيات منذ قبل بما يساوي 8 مليار دولار للاستثمار ما بين الجانب المصري والجانب الهندي في مجال الهيدولوجين الأخضر ورغبة الهند في التحول من استخدام الفحم في الطاقة حتى عام 2070 إلى استخدام الطاقة النظيفة هناك مثلما كل هذه الأمور تشير إلى أن زخم العلاقات السياسية سوف يوقي بظلال كبير على العلاقات الاقتصادية والعلاقات الأخرى التي تربط مصر والهند والتاريخ الحاصل والتنسيق الحاصل ما بين كل البلدين سوف أشهد الفترة القادمة شكلا مختلفا في مستوى التعاون ما بين الجانبين نعم دينا نعم محمد عبد الله موفد تليفزيون المصري إلى العاصمة الهندية نيودالهي شكرا جزيلا لك علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ تربط مصر والهند وتشهد تطورا كبيرا في جميع المجالات نعم وتعددت الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين ما أضف زخما كبيرا للعلاقات بين القهراء والنيودالهي علاقات وطيدة تمتد جذورها عبر التاريخ بين مصر والهند وهو ما عكسته الزيارات الرسمية المتبادلة بين البلدين حيث أعطت تلك الزيارات مزيدا من الزخم في العلاقات ففي أكتوبر عام 2015 كانت أول زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للهند لحضور قمة منتدى الهند إفريقيا والتي عقدت في العاصمة نيودالهي وعلى هامشها كان لقاء الرئيس السيسي برئيس الهند السابق برناب مخرجي فكانت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعظيم التعاون الاقتصادي والسياسي أبرز ما تناوله اللقاء وفي العام 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة للعاصمة نيودالهي استجابة لدعوة الرئيس الهندي برناب مخرجي حيث عقد الزعيمان مباحثات قمة تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين فضلا عن تطوير التنصيق والتعاون بين الجانبين حول القضايا الإقليمية والدولية ولا سيما في ضوء التحديات والتغيرات التي تشهدها الساحة الدولية وفي العام 2022 أرسلت الهند وزير خارجيتها إلى مصر لتأكيد ما تم الاتفاق عليه والتباحث بشأنه خلال اللقاءات القمة للرئيس السيسي والرئيس الهندية فكانت مباحثات الرئيس السيسي ووزير الخارجية الهند في ذات الإطار وعلى رأسها تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتعاون في عدد من المجالات بما يتصق مع مكانة وإمكانات الدولتين وتأكيدا على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وجهت الهند الدعوة لمصر لتشارك في جميع اجتماعات وفعاليات مجموعة العشرين والتي ستترأسها الهند في الدورة الراهنة لمدة عام فشاركت مصر بالفعل في الاجتماع الأول لممثل قادة الدول والحكومات بمدينة أوديابور الهندية لوضع خارطة طريق لاجتماعات المجموعة العلاقات المصرية الهندية شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية على كافة المجالات عكست حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات الرافعة المستوى فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الأسيوية بما في ذلك الهند وللمزيد أيضا من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أستاذ جميل بعد تحية زيارة مهمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندية وذلك كضيف شرف رئيسي في الاحتفالات الخاصة بالهند بيوم الجمهورية دلالت ذلك في مدى التقارب بين الدولتين مصر والهند هو في البداية طبعا هي دلالة مهمة على دور الدولة المصرية في الوقت الحالي والعلاقات المتميزة السماعية بمصدر هند لو شفنا السياسة الخارجية المصرية مدنية على إقامة علاقات متوازنة مع كل دول العالم وخاصة الدول الكبرى ومن المعروف أن الهند من القوى لفعلة القارة الأسيوية تمتلك العديد من الخبرات تمتلك تكنولوجيا عالية جدا تمتلك أيضا خبرات في كافة المجالات الاقتصادية على مختلف المستويات والعلاقات بين مصر والهند منذ أن تولى الرئيس عبد الفتح السيسية علاقات متميزة تم في زيارتين من الرئيس عبد الفتح السيسية إلى الهند وأيضا لقاءاته مع العديد من قيادات الهند من أجل طبعا زيادة التبادل التجاري بين البلدين ومن أجل أيضا للتصمارات داخل مصر من جانب الهند والاستفادة أيضا من التكنولوجيا العالية التي تتميز بها الهند خلال الفترة الماضية إذن علاقات متميزة الهند تعلم جيدا قدرة وقوة الدولة المصرية في محيطة وأنها قوة فعلة في منطقة الشرق الأوسط وأيضا الهند من القوة الفعلة في القارة الأسيوية وهذا التقارب سيعود بالنفع للطبع على الدولة المصرية في الكثير من المجالات المجالات الاستثمارية المجالات الاقتصادية التجارية وأيضا سيعود بالنفع على الدولة الهند في نفس الوقت وهذه الزيارة هو بالفعل تقدير كبير لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما بزلوا كل السنوات الماضية منذ عام 2014 حتى وقتنا هذا ليس على مستوى الجمهورية المصر العربية فقط ولكن على مستوى الإقليم والمستوى الدولي نعم في هذا الإطار وفي ظل المعطيات التي ذكرتها أستاذ جميل ومثلما تبعنا في التقرير الخاص بالسيد الرئيس ونشاط السيد الرئيس في هذه الزيارة هذه الزيارة تتزامن مع مرور 75 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بين مصر والهند وهناك من المقرر أن تكون هناك لقاءات مهمة على جميع الأصعاد على الصعيد الاقتصادي وكذلك أيضا على صعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قراءتك لذلك هو بالطبع العلاقات بين مصر والهند علاقات متميزة جدا وعلاقات تاريخية منذ الواقع الرئيس جمال عبد الناصر ورئيس المزراء الهندي لنحو الشراكة بين مصر والهند عام 55 طبعا العلاقات متميزة على مدى التاريخ وكان برضو مصر والهند ليهم دور كبير في إنشاء التحالف عدم الانتحياذ أو دول عدم الانتحياذ بالطبع في الوقت الحالي طبعا دقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الوزراء الهندي وقيادات الحكومة الهندية في الوقت الحالي في هذه الزيارة طبعا ستعود زي ما بقول للخضراتك بالنقع على البلدين هيكون في بالتأكيد هناك المزيد من الاستثمارات بين البلدين في المجال الاقتصادي والمجال الاستثماري تقدير الهند طبعا لهذه الزيارة وتقدير الهند لشخص الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوقت الحالي ومن خلال هذه الزيارة ومن خلال مباحثات دليل بالطبع على العلاقات المتميزة الهندية المصرية دليل بالطبع على الدور المصري اللي أجنته خلال الفترة الماضية المزيد باستثمارات بين البلدين وخصوصا في مجال التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا إلى مصر وتوطنها أيضا دام من الاحداث الرئيسية للدورة المصرية في الوقت الحالي نعم أشكرك جزيلا شكر الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام على هذه المشاركة شكرا جزيلا لك تعد مصر والهند من أبرز أركاني دول العالم النامية الواعدة وغير المنحازة تجمع الدولتين علاقات وثيقة تفرضها السمات المشتركة للبلدين من حيث ثقالهما على الصعيدين الإقليمي والدولي بجذور راسخة واحترام وثقة متبادلة تجمع مصر والهند علاقات تاريخية تعكس قوة ومتانة العلاقات بين الشعبين بوجه عام والقيادة السياسية لكل البلدين على وجه الخصوص لتتنامى العلاقات بعد الاشتراك في سياغة مواقف الدول النامية عاقب التحرر من الاستعمار وتنعكس العلاقات الثنائية بوضوح في عدد كبير من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية منذ إنشاء جمعية الصداقة المصرية الهندية التي تأسست عام 1952 العلاقات المشتركة شهدت تطورا كبيرا على كفة المجالات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية وأحرصت الدولتان على تعزيز علاقاتهم الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجدة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الأسيوية وهو ما يظهر جليا في المشاورات المتواصلة التي تمت وتتم بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي نارين درامودي وتعد زيارة الرئيس السيسي إلى نيودلهي في عام 2016 ولقائه مع رئيس جمهورية الهند براناب مخيرجي واحدة من أهم الزيارات في تاريخ العلاقات بين البلدين والتي مهدت الطريق لعلاقات ثنائية أكثر عمقا محطة فاصلة أخرى شهدتها العلاقات الثنائية ترجمتها مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثالثة لمنتدى الهند أفريقي عام 2015 ليتحدث الرئيس السيسي وقت إذن عن استشراف آفاق جديدة للعلاقات الثنائية تضمن تكثيف التعاون بين البلدين في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين وتأكيدا على ارتقاء العلاقات لمستوى الشراقة الاستراتيجية وجهت الهند دعوة لمصر في ديسمبر الماضي للمشاركة في جميع اجتماعات وأقمة مجموعة العشرين والتي ستتولى الهند رئاسة دورتها الحالية ولمدة عام هنا تتحدث المواقف والأحداث لتروي قوة التاريخ الطويل بين البلدين والذي ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات الثنائية في ظل أعمال الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر والتي تعد الهند خلالها أحد الشركاء البارزين وللمزيد من المتابعة والتحليل تنضم إلينا الدكتورة نادية حلمي أستاذ العلاقات الأسيوية بجامعة بن سويف دكتور نادية بعد التحية كيف تقرأين زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوته من قبل رئيس وزراء الهند نارندرا مودي لحضوره كضيف شرف في يوم الجمهورية يوم التعديل والعمل بالدستور الهندية يعني تأتي هذه الزيارة احتفالة بمناسبة مدور 75 عام على إنشاء العلاقات المصرية والهندية وتأتي ضمن جولات الرئيس السيفي يعني النجاحة لقرأة الأسيوية بالذات بعد زيارته الأولى في عام 2016 ولقاءه برئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي وكبار المسؤولين وعلى الجانب الآخر فإن تلك الزيارة لها أهمية خاصة من النواحي الاقتصادية والسياحية وأجدا السياسية على النواحي الاقتصادية فإن هناك قائمة بمشروعات مشتركة جديدة تعول عليها مصر أن يقوم بها الجانب الهندي وخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة وأهم تلك المشروعات الهندية بالفعل هي إنشاء مدينة طبية على مساحة أكتر من 350 فدان بها عدد من المتشفيات والمدارس الطبية والاتفاق على إنشاء جامعة هندية متخصصة في الطب وفقا لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق مع الجانب الهندي وفي اعتقادي أن تلك الزيارة لها الرئيس السيسي للهند هي إنجاز سياسي واقتصادي هام جدا يعني في الوقت الحالي وخاصة وأنها تدفع عجل توجيه السياحة الهندية وهذا هو الأمر المهم جدا عندنا يعني إلى مصر وزيادة أعداد السياح السياح الهنود الواسدين إلى مصر ومن المتوقع بعض الزيارة السياحة الرئيس السيسي للهند أن يتم مناقشة أو بالفعل زيادة عدد رحلات الطيران بين مصر والهند لأن الهند من أهم الشركاء التجاريين في القرى الأسيوية فضلا عن النمو الاقتصادي المتفايد وأيضا هذه الزيارة صوف ينتج عنها تفعيل الاتفاق الذي تم بين الحكومتين لانسيادة حجم التبادل التجاري بينهما لـ 8 مليار وأيضا تفعيل اتفاقيات التجارة البينية وتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية في الصغر لأن الهند تعد من أهم دول العالم في هذا القطاع وأيضا يعني صوف يتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة لتمية التجارة والاستثمارات بين الجانبين وأيضا بدأك دي يعني أن تلك الزيارة لها أهمية خاصة في دفع وزيادة عدد الشركات الهندية يعني التي تعمل في القاهرة وخاصة أن الشركات الهندية بالفعل قامت بتنفيذ عدة مشروعات يعني فيه السكك الحديدية والحد من التلوث ومعالجة المياه والرأي والهند ليها ميزة نسبية والشيء اللي هو اللي بيهمنا ويعني وفقا للتوقيت أن الهند مثلت بديلا مهمة للقمح الروسي والأوكراني يعني والذي تعد مصر أكبر دول العالم المستورد يعني بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قامت مصر بشراء 500 ألس طن قمح من الهند يعني وبن هنا بتجدي أن الجانب الهندي له أولوية قصوة للجانب المصري وأيضا على أن وحي الأكاديمية والثقافية بتجدي أن معاهد البحث والجامعات يعني بدأ حتى على الجانب الهندي والجانب المصري بدأوا تنفيذ عدد بين الندوات الفكرية والثقافية والمشاركة أو إقامة مهرجانات ثقافية وفنية خاصة بين الطرفين نعم دكتور نادية حلمي أستاذ العلاقات الأسيوية بجامعة بنسويف شكرا جزيلا لك تتميز العلاقات التجارية بين مصر والهند بأنها واحدة من أقدم العلاقات التاريخية بين الدول وتعد نيودالهي سادس أكبر شريك تجاري للقهرة فيما يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو أربع ونصف مليار دولار كانت مصر تاريخيا واحدة من أهم الشركاء التجاريين للهند في القارة الإفريقية حيث دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ منذ سبعينيات القرن الماضي وتحديدا في مارس من عام 1978 لم يقتصر التعاون بين البلدين على التاريخ فحسب حيث زادت التجارة الثنائية أكثر من خمس مرات في السنوات العشر الماضية وسط جهود حكومية كبيرة دعمتها القيادة السياسية في البلدين وفيما بلغ حجم التجارة الثنائية في العام المالي 2018-2019 نحو 4.55 مليار دولار فقد توسع التبادل التجاري بين البلدين في 2021-2022 ليبلغ 7.26 مليار مسجلا زيادة بنسبة 75% وبلغت صدرات مصر إلى الهند 3.52 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 مسجلة زيادة بنسبة 86% في حين سجلت واردات مصر من الهند خلال هذه الفترة 3.74 مليار دولار مسجلة زيادة بنسبة 65% في هذه الفترة كانت أهم الصادرات المصرية للهند الزيوت المعدنية والبترول والأسمدة إضافة إلى الكيمويات غير العضوية والقطن في المقابل شملت واردات مصر من الهند اللحوم والحديد والصلب والمركبات الخفيفة والغزل القطنية وفيما تعد الهند سادس أكبر شريك تجاري لمصر توجد آليات ثنائية لتسهيل العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين حيث تستثمر حوالي 50 شركة هندية في مختلف القطاعات في مصر باستثمارات إجمالية تتجاوز 3.15 مليار دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لعيد الشرطة والذي يتزامن مع ذكر ثورة الخامس والعشرين من يناير وقد أكد رئيس مجلس النواب في برقية على تخليد ذكر شهداء رجال الشرطة الأبرار الذين قدموا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس وتقدم بالتهنئة لرجال الشرطة البواسل والشعب المصري العظيم بهذه المناسبة كما بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى وزير الداخلية محمود توفيق بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لعيد الشرطة وقال رئيس مجلس النواب في برقيته أن ذكر عيد الشرطة تمثل يوما تاريخيا مجيدا تتذكر فيه رجالا صدقوا مع هاد الله عليه فدفعوا أرواحهم ثمنا غاليا فداء للوطن وحماية لترابه المقدس هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير أكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته أن الشرطة المصرية جسدت خلال معركة الإسماعيلية أروع صور البطولة والفداء دفاعا عن أرض مصر وأمنها كما سطر شباب مصر المخلصون في عام 2011 ذكرى جديدة خلدت أيضا في أحضان تاريخ المصريين يوم أن ثاروا في الخامس والعشرين من يناير وغايتهم مستقبل وواقع أفضل للوطن هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الرئيس عبدالفتح السيسي ووزارة الداخلية قيادة وضباطا وأفرادا وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير وأعرب الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدمه رجال الشرطة البواسل من تضحيات غالية حيث بزلوا أرواحهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن فسطروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري لتظل هذه الذكرى تاريخا تتجدد معه عزيمة المصريين من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن كما هنأ الأزهر الشريف الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة الخمس والعشرين من يناير المجيدة التي كتبت فصلا جديدا في تاريخ النضار المصري والسعي نحو النهوض بالوطن سائلا المولى عز وجل أن يوافق رئيس السيسي إلى مواصلة مسيرة البناء والتنميع بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لوزير الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة أكد الفريق أول محمد زكي على تقدير القوات المسلحة بكل فخر واعتزاز لدور الداخلية المشرف في تأمين الجبهة الداخلية والسهر على أمن وسلامة المجتمع كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لوزير الداخلية بهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال ترأسه اجتماع اللجنة الوزرية للسياحة أن مصر تمتلك الفرص الوعدة للنهوض بالسياحة مشيرا إلى الدور الذي توله الحكومة لتوفير الدعم اللازم وتزليل أي عقبات توجه هذا القطاع لمضاعفة أعداد السائحين والوصول إلى ما هو مستهدف خلال الفترة القادمة وخلال الاجتماع وجه مدبولي بالعمل على الاستغلال الأمثل لما تمتلكه مصر حاليا من ثروة عقارية حديثة سواء في المدن السياحية أو الجديدة من خلال تحويل هذه الأصول العقارية المتميزة إلى وحدات سياحية وغرف فندقية بما يحقق زيادة عدد الغرف المتاحة ودعم السياحة وأشار مدبولي إلى أن هذا التصور يحقق وعدة فوائد سواء لمالك الوحدات من خلال تأجير وحداتهم والحصول على عائد وكذا للدولة بوجه عام حيث سترغب الكثير من الأسر الأجنبية في قضاء عطلاتها في هذه الوحدات وبالتالي يمكن استغلال معظم تلك الوحدات العقارية إلى جانب استفادة الأنشطة المجاورة ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وذلك بحضور مسؤولي الوزارات والجهات المعنية وفقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 73 كنيسة ومبنى تابعة وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء العمل الخاص باللجنة وحتى الآن 2599 كنيسة ومبنى تابعا لها وقد طالبت اللجنة مسؤولي الكنائس التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها بالعمل على استفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير المستلزمات المطلوبة لهذا كضرورة عاجلة لحين قيام هذه الكنائس باستكمال باقي اشتراطات الحماية المدنية وفقا للكود المطبق في هذه الحالات عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم لمتابعة أليات الإسرائي بإنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا للإسرائي من عمليات الإفراج عن السلع والبضائع في المواني المصرية المختلفة مع التأكد من عملية سير منظومة الشحن المسبق بشكل فعال يسهم في الإسرائي وتسهيل إجراءات الإفراج ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والنقل لوضع تصور وخطة لتيسير إنهاء الإجراءات وخروج الحاويات بالمواني وذلك بأقصى سرعة ممكنة حيث وصل إجمالي المفرج عنه من المضائع خلال الفترة من اليوم الثامن عشر حتى الثالث والعشرين من يناير الفين وثلاثة وعشرين ما يزيد عن واحد ونصف مليار دولار وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي تمكنت الوزارة خلال أربع وعشرين ساعة من ضبط ستمائة وسبع وستين قضية تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت خمسمائة وأربعة أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط مائتين وأحد عشر طن وفي مجالي عدم توريد أرز الشعير والحجب والبيع بأعلى من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط مائتين وثمانين طن وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ثلاثة عشر طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط أربعمائة وثلاث وثمانين قضية من بينها مائتا قضية خبز ناقص الوزن ومائة وست وسبعون قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف تم ضبط عشرة قضايا بمضبطات بلغت ستمائة وسبعة عشر طن قال مصدراني قضائياني أن القاضي الذي يحقق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وجه الاتهام إلى النائب العام اللبناني وسلسة قضاء آخرين على صلة بالانفجار المأساوية وضف المصدران أن القاضي طارق البطار الذي استأنف التحقيق بشكل غير متوقع وجه الاتهام إلى النائب العام غسان عويدات بشأن الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا استقبل الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد عددا من سفراء الدول الأسيوية وروسيا الاتحادية المعتمدين لدى العراق خلال هذا اللقاء صلت رشيد الضوء على ما يعيشه العراق من عهد جديد بلا إرهاب مشيرا إلى أن محافظة نينوى وكل المحافظات تعيش استقرارا أمنيا بعد أن عان بعضها من الإرهاب وحول آخر تطورات الأزمة الأوكرانية أكد الكريملين أن تسليم دبابات اليوبارد 2 إلى أوكرانيا سيؤثر حتما على العلاقات بين روسيا وألمانيا وشر الكريملين إلى أن العلاقات الروسية مع الدول الغربية وصلت إلى أدنى مستوياتها لفتا إلى أن تسليم ألمانيا دبابات لأوكرانيا سيؤثر على علاقات موسكو المستقبلية مع برلين أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن برلين ستكون في المقدمة عندما يتعلق الأمر بمساعدة أوكرانيا أضف وزير الدفاع الألماني خلال مؤتمر صحفين مع أميني عام نيتو أن حلف الناتو يجب أن لا يكون طرفا في الحرب الأوكرانية لا يوجد موقف جديد بعد بشأن دبابات ليوبارد لقد قلت دائما أنني أعول على اتخاذ قرارا قريبا وأؤكد أنه لا يوجد اختلاف في القرار الألماني أو أن ألمانيا معزولة هناك عملية تقييم جارية في الدول الأعضاء والتي يتم تنفيذها بطرق مختلفة ولكن الاجتماع في رامشتاين الجمعة الماضي أظهر بوضوح شديد أن هناك دولا كانت حذرة في تقييمها شدد أمين عام حلف شمال الأطلنطي ينسي سلتنبرغ على ضرورة إمداد أوكرانيا بأسلحة تقيلة ومتطورة بأسراع وقت ممكن وحذر سلتنبرغ خلال مؤتمر صحفي من ضرورة عدم التقليل من قدرات روسيا مشيرا إلى أن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أثبت أنه مستعد لدفع ثمن غال مقابل استمرار هذه العملية العسكرية حيث قام بتعبئة أكثر من 200 ألف جندية واستعانى بأسلحة جديدة من دول أخرى إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم هو أن نوضح لبوتين أنه لن ينتصر في ساحة المعرقة لذلك يجب أن نوفر لأوكرانيا أسلحة ساقيلة وأكثر تقدم حتى تتمكن الكوات الأوكرانية من صد الكوات الروسية ليس فقط من أجل البقاء ولكن أيضاً لاستعادة الأراضي والانتصار كدولة مستقلة ذاتي سيادة في أوروبا مستقلة ذاتي سيادة في أوروبا مستقلة ذاتي سيادة في أوروبا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 الذي وفقوا 24 من يناير من كل عام جهود الدولة لارتقاء بالتعليم في مصر وتحت عنوان الاستثمار في الناس وتصدير اولوية التعليم شعار احتفالية اليوم الدولي للتعليم لعام 2023 استعرض المركز مجالات التطوير الذي اقامت بها الدولة في التعليم عبر سلسة محاور اولها يتعلق بالمدارس والبنى التحتية حيث اهتمت مصر بتطوير المدارس وتنويع طرق التدريس بها مواكبة لتطورات العالمية حيث وصل عدد المدارس اليابانية في مصر الان الى 51 مدرسة و43 مدرسة تكنولوجية تطبيقية و19 مدرسة للمتفوقين ترجمة نانسي قنقر وقع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بروتوكول لتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي في اطار التعاون بين جهات الدولة ومنظمات المجتمع المدنية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا للتوجيهات الرئاسية ينص البروتوكول على التعاون بين الجانبين في مجال الزراعة والانشطة المرتبطة بها الى جانب الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للعمل على عدد من الملفات والمبادرات كمبادرة ازرع وتحديث النظم الري والاهتمام بصغار المزارعين وذلك في اطار مبادرة حياة كريمة دولة المصرية خلال التمن سنين اللي فاتت قامت باجراءات استباقية بتوجيهات القيادة السياسية يعني يمكن حصل توسع كتير في الاراضي الزراعية القابلة للزراعة في اطار محور التوسع الافقي احنا بنستصلح السحراء تكلفة عالية بالمليارات لكن في اطار تحقيق الامن الغذائي للشعب مصر عظيم الدولة بتقوم بعديد من المشروعات يمكن حضركم تابعته الافتتاحات الرئاسية والمشروعات الكبيرة في مشروع مستقبل مصر اللي هو يعتبر بكورة الدلتا الجديدة مشروع تشكى الخير في جنوب الصعيد قريبا ان شاء الله مشروع تنمية شمال وسط سيناء شرق العوينات الوادي الجديد المانيا وغرب المانيا عندنا مشروعات كتيرة ومش في مجال الزراعة فقط في مجال الزراعة الصروة الحيوانية اهمي جدا ان احنا يبقى فيه يعني توقيع بروتوكول للتعاون ما بين التحالف الوطني نعمل اهل التنموي ما بين مزارة الزراعة والتصلاح الاراضي وده كمان يمكن بعد المحمر الاول للتحالف الوطني وبعد اشادة السيد الرئيس بموادرة ازرع وتكليف وان يتم توسع في استهداف ملف الزراعة وتنمية صغار المزارعين بالشراكة وبالتعاون مع الحكومة ويمكن احنا لنا ان شاء الله يبقى دور كبير كمجتمع مدني كجمعات اهلية كروابط فلاحين وتعاونيات زراعية في التعامل مع الملف ده على الارض شهدت محافظة بنسويف افتتاح معرض السلع بمدينة بنسويف العاصمة ضمن سلسلة معرض اهلا رمضان الجاري تنظيمها على مستوى مركز ومدن المحافظة استعدادا لاستقبل شهر رمضان الكريم يأتي افتتاح المعرض ضمن خطة المحافظة لتصدي لغلاء الاسعار وتوفير كفة السلع الغذائية الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة واحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والاسواق والرقبة على الاسعار وذلك في اطار توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في اقامة المعرض المعرض جميلة وفي المتناول الطبقة المتوسطة وبلدنا جميلة وحلوة وده حاجات جميلة جدا في المعرض انا اشتريت لحوم من شركة الوطنية والاسعار الجميلة بالنسبة للمدعومة لقينا الزيت اقل من برها بخمسة جنيه وستة جنيه والرز بخمستاشر ومتوفر جدا واي كمية الواحد ياخدها ياخدها فالدولة بصراحة تشكر على المجهود اللي هي عاملها ده وصلنا الى ختام نشرة الثالثة تحية لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة